فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار السلام عليكم ورحمة الله وكفاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيتي العظام المستقبلين الشرفة وبعد الكلام هنا على مسألة العقود ومحاضرة الجامعة أريد الآن التأكيد من المشرفين أنهم ينقلون المحاضرة على الزوم حتى أبدأ بها إن شاء الله تعالى تكلمنا عن العقود واليوم إن شاء الله نتكلم على أنواع العقود كابتداء نتكلمنا عن التراضي والسبب وأيضا مسألة الجعالة وغيرها من العقود سنبدأ اليوم بأن العقود الكلام فيها على شق مدني بشق شرعي بشق مدني سنتكلم عن أنواع العقود ثم بعد ذلك نتوسع فيه الكلام على أركان العقود وبعد ذلك نتكلم على العقود عقود العقود المالية أولا كالبيوع والعقود عقود النكاح والمتفرع عليها من عقود أيضا نبينها يعني مشارعا نبينها أيضا في القوانين المادية كيف كانت أريد الآن بس تأكيد من المشرفين أنهم ينقلون المحاضرة هذا الذي أريده أين المشرفون رضي الله عنك وأحسن الله عليك أخي الكريم زادك الله خيرا طيب الآن بس يقال لي أنه أنتم نقلتم المحاضرة حتى نبدأ في المحاضرة نتكلم على أنواع العقود قلت أننا في هذه المحاضرة سنجمل أنواع العقود والكلام أيضا على أركان العقد مرة ثانية بطريقة شرعية نتكلم عن أركان العقد المرة الماضية بحيث الإجمال المدني في هذا الباق نتكلم عن أركان العقد الثلاثة اللي هو العقدان والكلام على محل العقد والكلام على التراضي أو هو الإجابة والقبول والإجابة والقبول يكون هنا العقود العقود اللفظية وهذا الأصل والعقود الفعلية والعقود بالكتابة أو بالإشارة أيضا مجالس العقد هل مجالس العقد؟ النت مجلس من مجلس العقد من مجالس العقد أم لا؟ رضي الله عنك يا جماعة اليوسف ما لك من خير يعني أعظم من ذلك تمت المشاركة جزيكم من خير الكلام على أنواع العقود هنا في كما قلنا العقود البدنية المدنية هنا نتكلم على أنواع العقود عقود إرضائية وعقود شكلية أو عقد عقد إرضائي وعقد شكلي وعقد معنوي وأيضا عقود من حاس الموضوع هي عقد مسمى وغير مسمى وأيضا العقود المدزمة العقود التي تكون عقود جائزة وعقود لازمة كل هذه أنواع العقود نمر عليها حتى يذبط لنا الأمر في هذا الباب لأنها من الأهمية من مكان حقيقة الأمر أنها من الأهمية من مكان برقى الله أكبر نفع الله بك وأحسن الله عليك عليك بصحبتك الأخرى هذه الأستاذة أمال أيضا متغيبة وأيضا لو تعلمين تعرفينها السمراء أيضا فيها الخيص ما أتت الآن تأخرت يا صدق جريحي ما تأخرت رضي الله عنكم جميعا عامة والعقود من حيث أنها عقود يعني جائزة ولزمة وعذاك العقود المدنية والعقود المدنية عقد التأمين وعقد مهم جدا والكلام عليه من الأهمية من مكان لا سيامة وأن من المتأخرين من من اختلف فيه عن المتقدمين لا سيامة حشية بن عبدين والكلام عليه والكلام أيضا على ما نقل أبو ظاهرة على ذلك صراحة يعني المادة ستكون غرية في هذا الباب العقود العقود التي 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 في الساحة سنتكلم عنها جميعا ونتكلم أيضا عن أمور المعاصرة التي للإنسان أن يفهم كيف أتعامل بها كعقد الاستطناع والسلم من الطريقة المدنية التي يتناولونها الآن لا سيامة المهندسون ترى أنهم يعني يقعون في في أمر جلل عندما عندما يكون البيع عند البنى يبيعون الشغل قبل أن تبنى أيضا بعقد الاستطناع وهذا هذا صح أو لا صح هذه مسألة من الأهمية لمكان فلذلك لو تؤتوني لأنه صراحة أهمني جدا أمر رؤية رؤية حيدر في هذا الباب والله أنتم لا تعلمون شيئا يعني الله يعني يأتيني ببشرات غريبة من الإخوة والإخوات وأيضا من الرؤى بعد ضغط علي ما أعلم به الله جريف على طريقة ما أتصورها في هذا الواسط الذي نعيش فيه شيء مستغرب ومستغرب المستغرب أكثر منه يعني كما قلت الادعاء بالسير على رضا الله دعا الله عمتا أنواع العقود أول هذه العقود أنواع العقود عقد الرضائي هو انقضاء عقد رضائي يعني من الرضا يعني عقد برضا وده كأنها بيع المعطاة كأنها بيع الم الإشارة عقد الرضائي وهو العقد الذي يتم بمجرد الرضا بينهم يعني يقول له يتعاقد معه في مسألة معينة فيظهر رضاه وقبوله الآخر أيضا نفس الأمر فيتم العقد تمام الانتهاء بينهما دون حتى الكتابة وليس له شكل معين كعقد البيع يقول له هذه السيارة عجبتني هذه السيارة أنت تعرضها البيع قال نعم أنا بيعها بستين قال أنا أخذها منك بخمسة ستين لا بستين ولا كذلك ويعطيه أخذها يقول له اتفقنا ما يقول اتفقنا يقولها باعت واحد ثاني يقول اشتريت مجرد التراضي ينتهي البيع يعني وهو الركن الأعظم للبيع لقول الله وقال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأيضا من ذلك الإيجار أيضا يستأجر منه أرضا يستأجر منه شقة يستأجر منه دراجة فيقول له أنا أنا أريد أن أستأجرها أسبوعا ويقول أنا عندي الشهر بمئة ألف الأسبوع كذا فيقول أقبلت فيعطي المال فيأخذ منه الدراجة وهذهب وهذا يعني يكفيه التراضي يكفيه هذا التراضي في هذا البعض مثل هذه العقود يعني يعني شرط الإثبات وليس لصحة العقد الكتابة فيها شرط لصحة للإثبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن طراض كما قلت لكم يأتي زيد يقول العمر هذه السيارة أعجبتني يقول له أنا أعرضها البيع لو أردت أنا أرخص لك البعض قال أنا أبيعها كما قلت أبيعها بمئة أما لك أنت أنا أبيعها تسعين من أجلك أنت أنا فعل ذلك فيقول له اشتريت فانتهى إذن البعض حصل على التراض هنا وركن الأعظم كالتوفر فيه وهو التراض إلا أن تكون جارة عن تراض منكم وأيضا قول السلام إنما البيع عن تراض إنما البيع عن عن تراض يكون هذا الصحيح في هذا الباب وهو أن البيع يكون عن تراض إنما البيع عن تراض وهذا عقد رضائي الكتابة فيه كما قلت شكلية كتابة للإثبات للتوصيق وبالذات وأيضا مما يمكن أن يقال بذلك عقد نكاح عقد نكاح النكاح أيضا يجابه قبول يقول زواجتك ابنتي فيقول الثاني قبلت خلص العقد انتهى مبارك وصار زواجا تاما أن يقول له يعني زواجتك ابنتي ومكيلتي فلانا فلاني فالآخر يقول اتخابلت الزواج من ابنتك وموكلتك على كتاب السنة والمهر مسمى بيننا فقد تم الجاب القبول تم العقد هنا الآن مع عقد نكاح والزواج وكما قلت أما الكتابة فاستيثاق أما الكتابة فاستيثاق وليست شرطا في صحة العقد بل العقد على التراضي وهذا عقد التراضي عقد التراضي رضائي وعقد شكلي العقد شكلي هذا العقد لابد له منوصف معي لابد أن يتوفر فيه الوصف وينطبق حتى يصح العقد وهذا العقد لا يقف عند التراضي هو يحتاج إلى ضوابط وصفات وشروط وأسباب وأركان لابد أن تتوفر كالكتابة لصحة العقد إلى عقد العقد عقادا صحيحا إلا باتخاذ العقدين بالكتابة هذا أكتب هذا أكتب وهذا أكتب وهذه العقود التي طلبت أوصفاً وشروطاً بتكون عقد مدنية أكثر من عقد شرائية بتكون عقد مدنية أكثر من عقد شرائية فبيكون لابد فيها من الكتابة ولابد فيها من توفر شروط وأيضاً موانع ولابد فيها من أركان حتى يكون العقد صحيحاً وهذه كما قلت أكسرها في العقد المدنية العقد الثالث هو العقد العيني العقد العيني هذا ما فيه ما به العقد العيني هذا هو أيضاً لابد طبعاً كل العقود التي أذكرها لابد فيها من الرضا لأن هذا كما سأبين الركن الأكمل في العقود الرضا في هذا الباب وهذا الركن الأكمل وقد يعني لا يعني لا يكون شرطاً لصحة العقد فيما هو محرم كل شيء فيه حلال فالركن الأكمل في العقود هو العقد هو هو التراضي الركن الأكمل فيه هو التراضي العقود العيني والندي لا يعقد إلا بتسليم المعقود عليه يعني العقد يقول له الآن اشتريت منك هذه الشقة فلا يسر حتى يستلم المفاتيح وتخلى فيستلمه أو باع السيارة يستلم منه السيارة فالعقد العيني هو أن يستلم المعقود عليه يشترط في العقد أنا لا أمشي من مجلس العقد حتى أستلم المعقود عليه ممكن يكون هذا الأمر في الصرف أكثر في الصرف أكثر لأن الصرف في شرط اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التقابض في المجلس في شرط اشترطه هو التقابض في المجلس قال إذا الذهب إلا أن يكون مثلا بها يداً بيد فالصرف هنا عند اتحاد الجنس والعينة واجب التقابض في المجلس فيكون هذا معنا العقد العيني هو الاستلام سلم وسترم سلم وسترم وهذا العقد لا صح إلى ذلك وهذا يتجلى يتجلى تمثيلاً له صورة في عقود الصرف وعقود الصرف طبعاً كما لا يخفى الأمثالكم لها نوعاً الاتفاق في الجنس والعيلة الاتفاق في العيلة دون الجنس الاختلاف في الجنس والعيلة عقود ثلاثة الآن الأصناف الربوية اتفاق في الجنس والعيلة اختلاف في الجنس والعيلة اتفاق في العيلة اختلاف في الجنس اتفاق في الجنس والعيلة واجب شرطان يجب أولاً التقابض في المجلس لا يفارق هو ده العقد العيني سلم واستلم التقابض في المجلس يأخذ الدولار ويعطيه الدولار وأيضا التماثل لا بد من التساوي وهنا العقد العيني أجلاه في ما اختلف جنسه واتفق تعلته كما يعزله بالفضل فيقول له هنا العقد عيني لا تمشي حتى تعطيني الدولارات وتأخذ أنت الجنيهات لا تمشي حتى تعطيني اليورو وتأخذ أنت الدولار لا تمشي حتى تعطيني الذهب وتأخذ الفضل هذا العقد العيني وهو تبادل العين لا ينعقد إلا بشغط التسليم تسليم المعقود عليه وده أجلاه مثلاً كما قلت في مسائل الصرف في هذا الباب ثانياً من أنواع العقود العقود من حيث الموضوع يعني هذه العقود من حيث التكوين عقد الرضائي يكفي فيه الرضا وينتغي حتى عقد النكاح يعني الكتابة فيه استساق فقط عقد شكلي وعقد عيني وعقد الشكل هو مواصفات مدنية لابد أن تتوفر ولابد من تسجيلها عقد عيني وهو تماثل تبادل العين تبادل العين طيب ثانياً العقود من حيث الموضوع عقد مسمى عقد غير مسمى على عقود حيث الموضوع هو عقد مسمى وعقد غير مسمى العقد المسمى هو الذي نظمه القانون وخصصه بتسمية معينة نتيجة تكثرة شيوعه بين الناس مثاله عقود الهيبة والبيع والشركة العقد المسمى نظمه القانون وخصصه بتسمية نتيجة لأنه ذاعة وشاعة بين الناس حاجة الناس له مسة فلذلك جعل له أشكالاً وأسماءاً وألواناً ولا بد أن تتوفر فيه شروط تنتفي فيه الموانع حتى يكون العقد على الصح عقود محاس الموضوع عقد مسمى هو العقد الذي نظمه القانون وخصصه بتسمية معينة نتيجة لذيوعه وشيوعه بين الناس مثال ذلك عقود الهيبة نعم الهيبة لها عقد عقود الهيبة وعقود الهيبة هذه كثيرة كما قال مثلاً امتهادوا تحبوا فعقود الهيبة وطبع عقود الهيبة لها شروط أيضاً لا بد أن تتوفر يعني الهيبة من أفضل من أفضل من أفضل العقود الإرفاق والتعاون على البر والطق لأن الهيبة تلطف القلوب لأنها تساوي الهيبة الهدية فعقود الهيبات لها شروط أيضاً حتى تصحش من حاجة تكوين هنا كما قلنا مسألة مسألة الشروط والأركان وانتفاء الموانع فيصح العقود الهيبة يعني لا يستتم عقود الهيبة إلا بالقبض يعني مهما وهب زايد عمراً شيئاً فإن عمر لا يملك هذا الشيء إلا بالقبض فكأنه نزل عند التكوين في الكلام على العقود العيني العقود العيني والمعنى هو أن العين لا بد أن تقبط لو جاء زايد وقال لعمر إني أهب لك هذه الصياءة ولم يأخذ مفتحها ولم ينقلها لا ما تكون ولم ينقلها فنقول العقد هنا العقد لم يتم فهنا العقد حسن الموضوع أو عقد مسمأ عقد الهيبة كما قلت ويقع أيضاً أن التكوين يكون عقداً عينياً لأنه لا يستتم العقد تماماً حتى يكون القبض وطبعاً القبض في السيارة يأخذ مفتحها وينقلها يركبها وينقلها يكون بذلك قدها بالها وهذا أيضاً له شروط وأن هذا العقد لا يستتم أو لا أو أكون العقد لا يكون لا يكون تاماً حتى تنتقل فإذا انتقلت وقبضها لا يجوز الرجوع فيه لا يجوز الرجوع فيه لا يجوز الرجوع فيه يهدي أهد علي بن أبي طالب حلل حريص فاشتد عليه وقال ما أعطى ما أمك سوتكها لتلبسه ولكن فأخذها فقطعها بين الفواطم أو الزيانب عنده وأهد لعمر حل سيراء فبك عمر وجاءه وقال يا رسول الله يعني قلت ما قلت وتهديني هذا الثوب وأنت قلت وقال له هذا ثوب لا ألبسه إلى من لا خلق له في الآخرة فقال ما أعطيتكها لتلبسه فأهدها لآخ المشرك له في مكة فعقود الهباوية هي التي يكون فيها كما قلت يعني الإرفاق وفيها التآلف وفيها تحقيق مقاصد الشريعة وهي تآلف القلوب فسابد ذات البناء الحرقة تآلف القلب هي المعددة كونوا عباد الله إخوانا المؤمن المؤمن كالبناء المرسوس لا أنه يأكل بعضه في بعضا ولكن يعدد بعضه بعضا هكذا يكون النبل وتكون الخلق يكون الخلق الحسن فاطمة وفاطمة فاطمة زوجته وفاطمة أصلا أخته يعني الفاطمة التي كانت عنده وعقود البيع وهذه استأتي عقود البيع استأتي بالتفصيل وعقود البيع هنا بالحسن المسمى هذا عقد بيع وعقد البيع هنا لا بد له من التراضي وقد يكون في عقود البيع يكون فيها العين بالعين أو الثمن بالعين نعم أو الثمن يقدم العين بعد ذلك تأتي بعدها كالسلم فعقود البيع فيها فيها التبادل فيها التبادل والتبادل أو الشروط تبدأ أن تتوفر حتى تكون صحيحة فعقود البيع سنأخذه بالتفصيل وسنأخذ منه الشروط الموافقة لمقتضى العقد والشروط المخالفة لمقتضى العقد مثل مثلا عقود الفيزا كارتة هذه أو العقود عقود البيع الذي يجعل لك إذا تأخرت عن السداد بعد ذات أشهر يعني زيادة هذا فيه شرط روبوي والشرط هذا يخالف مقتضى العقد هل يبطل بالعقد ما يصح بالعقد وأيضا لقول إنسلام كل شرط الناس في كتاب الله فهو باطل وكان من الشرط هل الأصل في العقود الحرمة أو الأصل في العقود الحل كل ذلك سأتي كل ذلك سأتي وعقود وأيضا الشركات شركات شركة الأبدان شركة العنان المهيئة الشركات الشركات هذه مهمة جدا تعرفها وتتعرف عليها لأسيما أيضا أصص القانون في شركات الاستثمار في هذا الباب والبنوك الربائية على ما تستثمر هذا المال وطبعا هذا كذب النزول ولا تستثمر شيئا بل البنوك البنوك هدامة الاقتصاد البنوك ربا محت البنوك مجلبة لأن تمطر عين السماء حجارة يعني أنا باعتذر الإخواني جميعا لكن أطلب منهم بعد إذنهم الأسئلة تكون بعد الدرس بعد المحاضرة لأنها محاضرة الجامعة أيضا ليس درس بيننا هي محاضرة الجامعة فأرجو منكم بس يعني هكذا يعني يكون الأمر نعم رضي الله عنك أحسن الله إليكم ورفع مقامكم كما قلت انظروا أين هي الأخت الفاضلة سمراء أين هي الله يبا يضعجكم رضي الله عنكم أستاذ يوسف رضي الله عنكم أنتم أهل الفضل والخير والنعمة شركة كشركة العنان شركة العنان على النظم للدراهم شركة الأبدان شركة الأبدان طبعا خلاف فقه عريض شركة الأبدان أن يتعامل يعني أربعة أو خمسة يشتركون كل واحد له عمل خاص به يقول في كل ليلة نجمع ما حصلنا في اليوم ونعطيه تعالقات كثيرة جدا لذلك تعالقات بتذهب والعقود هذه عقود عقود مسمى عقود غير مسمى عقد غير مسمى والعقد الذي غير مسمى ردعك يا يوسف أحسن الله عليك عقد غير مسمى هو من اسمه نصيب غير مسمى أي لم يخصص القانون باسم معين ولم ينظمه بتفصيلات وتنظيمات خاصة ولا شروط ولا أركان ولا موانع فهو خاطع للقاعد العامة لأنه غير شائع بين الناس مثال عقد من الشركتين يهدف لتدريب الطلب من تهيزين في الشركة مقابل مادي يحول للشركة يعني هذه إخواننا الأفاضل الذين كانوا يعني كان معي أخ بيصنع شيء اسمه البرامج برامج الكمبيوتر برامج محاسبية وبرامج لإدارة لإدارة المكان فهذه هذه برامج بتكون لها يعني لابد من التدريب عليها بيكون لها شروط وبيكون لها نظم وأسس فلابد من التدريب عليها فتكون هذه بين شركة وبين مؤسسة مثلا بين شركة وبين مصنع في هذا الباب حفظكم ربي نحن نتفقدك أخي الكريم رضي الله عنك حفظك ربي محمود وأحمد أيضا رضي الله عنكم طيب بعقود كما قلنا من حص الأثر بعقود مسماة بعقود غير المسماء إحنا قلنا شركة الأبدان هذه عقود شركة شركة الأبدان بيئناها وبعاك الشركة العقد غير مسمى هيكون بان الشركة وبين أشخاص بين الشركة وبين مصنع بان شركة وبين مكتب أو الشركة صغيرة كالبرامج المحاسبية ثالثا أيضا من أنواع العقود العقود من حس الأثر العقود من حس الأثر عندنا العقود بتكون ثلاثة عقد جائز من الطرفين عقد لازم من الطرفين عقد جائز ولازم يبقى عقد لازم عقد لازم من الطرفين أو ملزم للجانبين هو أن يقع على كل المتعاخدين اتزامات مثلا المشتغل دفع الثمن للبايع والبايع التسليم المبيع المشتغل في العقد المنزم للجانبه كعخود البيع لا أتم فسخ العقد إلا موافقة الطرفين يعني لو تم البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا تم البيع فإن تم البيع فلا فسخ فإن تم البيع فلا فسخ إن تم البيع لا فسخ ولا يستطيع أن يفسخ إلا برضى الطرفين تحت أمرك يا سيد جمال مسعود تحت أمرك يا حبيل فإذا تم البيع كما قلنا لا فسخ ما شاء الله فهو عقد لازم من الطرفين طيب ما فهمت أنت معك حقيبة تريدين بيعها وجاءت أخت رأتها فعجبتها فقالت أريد أشتريها وأنت قلت لها أنا كنت سأذهب أبيعها لفلان قالت أريد أن أشتريها أنا قلت طيب خلاص بكم حصل التراضي على ثمن فأنت أعطيتها الحقيبة أعطتك المال تفرقتمها من المكان الذي استلمت منه الحقيبة هنا تم البيع لا تستطيع بعد روبي ساعة تأتيك وتقول لا أنا أريد أرجعها ما أريدها ما أدرنا لما سحبتم أنفسكم إلى التليغرام كما شئتم إذا أردتم ذلك كما شئتم فلابد أن تفهم في هذا الباب أنه هنا إذا تم البيع صار إلزاما من الطرفين لا أحد يستطيع أن يعني يوقف يفسخ البيع إلا إذا حصل التراضي وتسمى إقالة إلا إذا حصل التراضي وتسمى إقالة أو قد قال مثلا من أقال أخذ له قد أقال له عصرته يوم القيامة وهذا لازم من الطرفين عقد لازم من الطرفين أحسنتي لا تراجع فيه ممتازة ده عقد لازم من الطرفين عقد ملزم لكنهم عقد غير لازم من الطرفين كعقد الشركة كعقد الشركة الشركات كشركة العنان أعسركم الله لكم لكم مال ولي مال طيب وأيضا لفلان مال فهؤلاء لهم المال فقلنا نشترك معا نصنع شركة شركة بيع شركة غزل شركة نسيج المهم أن تكون في هذا الباب يعني الله مستعان تكون شركة بين أشخاص يشتركون بمبالغ معلومة على ناط من الدراهم يعني مائة ألف لكل واحد خمسمائة ألف لكل واحد تبدأ الشركة بذلك اسمها شركة العنان هذه الشركة جائزة عقدها عقده جائز يعني أي واحد من الأطراف يقول لو سمحتهم أنا سأخرج نقول له نعم عندك آلية في الخروج حتى حتى لا تضر بنا التخارج قد يكون لكن بشرط ألا يضر بنا بشرط ألا ألا يضر بنا فلذلك قال علماؤنا في أذى الباب يكون العقد بذلك عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين يعني في أي وقت إذا أراد الإنسان أن يتراجع فيه يتراجع كالوكالة عقد جائز من الطرفين يعني لو وكله في البيع والشراء ثم جاء اشتري قال لا تبع خلاص ألغى توكيله له ذلك الثاني لو اشتراها النفس يكون ألغى بفعله وكالته يعني زيد وكل عمر في شراء سيارة فذهبت سيارة عجبته فاشتراها لنفسي اشتراه لنفسي عزل له من الوكالة عزل له من الوكالة عزل وهو لمطلق الحرية نفعل ذلك فده اسمه عقد جائز من الطرفين هذا اسمه عقد جائز من من الطرفين نعم وعقد ملزم من طرف جائز من طرف يعني يقع الالتزام على أحد الأطراف في ذمة أحد الأطراف وتكون علاقتهم دائن له حق ومدين عليه الالتزام هذا معني ملزم لجانب واحد مثله لواحد منهم هذا ملزم لواحد منهم مثلي ايش الوديع الوديع التي ليس عليها أجر الوديع التي ليس عليها أجر وما أضع الشخص المودع بقصد أن يحافظ على المال عند المودع دون أي مقابل والآخر من باب عقد العقود 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 الارفاق نعم إذا تكلمت على مسألة ورجحتها وقلت على ما هنا قد أخصد بها الشفعي لكن إن لم أرجح وتكلم على وتكلم العلماء أخصد بها لأمة الجماهير الجماهير السلف والخلف رضي الله عنك رضي الله عن أهل الجزائر أهل الشام والمرؤة حفظك مربي حبيبي نعم فيكون هنا العقد ملزم من طرف الطرف هي عقد الوديعة في هذا الباب هذا يتم يعني من طرف واحد أو عقد يعني أو عقد الرهم أيضا فيكون هنا جائز لازم ولازم لازم وجائز جائز كعقد المعاوضة عقد المعاوضة الذي يقوم على أساس التعويد في أي أي ما قدمه الطرف الأول فعقد الوديعة يكون يكون الفسخ بها من طرف واحد لكن عند البنك ودخول البنك لا العقد بينقلب لأنه بيعطي بيودع المال وبيدفع و إما يكون حساب جاري عشان لا يأخذ عليه شيء وممكن يدفع عليه مصرفات في هذا الباب لكن ما يستطيع أنه يعني يفسخ العقد أي وقت ما يستطيع بيعطونه مهلة معانا لا يستطيع نسحف فيها المال إلا بهذا بهذا العقد من الطرفين كعقد الوكالة جائزوا من الطرفين كعقد الوكالة نعم أرجو أن يكون الفهم واصل للدكاتيرا طلبة الجمعة أرجو أن يكون واصلا لهم الفهم ولو عندهم استشكالات يتفضلوا رابعا أيضا من أنواع العقود العقود من حيث الطبيعة عقد محدد وعقد احتمالي وعقد فوري وعقد زمني فهنا العقود أيضا من حيث الطبيعة يعني عقود كل هذه على القانون السوري وغيره العقود عقود من حيث الطبيعة عقد محدد وهو الاتفاق بالضبط حول ما يعني أقدم وما أخذ كان أقول أبيع هذا المنتج ب الفي دينار فأنا حددت حددت أنني سأبيع بكذا وأيضا لابد أن تعلم أنه لا تسعير والتسعير لا أجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وسعر لنا قال إن الله والمسعر لا يتينا أحد بمغظامة يوم القيامة فالعقود المحدد هو الذي حدد السعر للسلع التي سأبيعها حدد السعر للإجارة سيؤجرها حدد ذلك فيكون في ذلك يعني على التحديد يقول إني سأبيع هذا القلم بذينار طبعا تعلمون في مجلس التحديث عندما اكتظى بطلبة العلم الرجل هو يكتب كسرة منه السن فقال قلم بذينار كله ألقى شبه أكثير بقى من اللي جالسين في مجلس التحديث ليسوا من أهله لأنه كله أعطى القلم مستغنى عن أن يكتب ليأخذ الدنار فهناك من يجلس باركة في مجالس العلم وهناك من يجلس حقا من أجل أن يتعلم ما شاء الله أنتم فوق الدكاتير ومكانها الأستاذة أستاذ أحمد أحبك الله أحبك الله إذن عقد محدد عقد احتمالي في احتمال والذي يعلم فيه شخص مقدر ما يقدم ومقدر ما يأخذ يعني يقول له أبيعك هذه الأرض التي الفددين تراها مدى بصرك على راتب من كل شهر إلى مدى حياة وتعادى العقد باطل لأنه فيه غرر لكن أنا أريد أن أبين أن هذا العقد هو عقد احتمالي يعني ممكن ممكن يعرف وممكن لا يعرف يعرف ما له وممكن ما يعرف لأن العقد محدد عقد احتمالي وعقد فوري والعقد الفوري هو الذي لا يكون فيه زمن الزمن ليس ركلا جوهريا فيه العقد الفوري قد يكون عقد تراخي وإطالة في تنفيذه كالبيع يمكن الاتفاق على البيع بيع عقار مثلا أو أرض أو مركب سفينة أو طائرة يعني الاتفاق على بيع عقار بمبلغ معين أو يمكن الاتفاق على بيعه أقصات ويتم فسخ ويتم إرجاع الحال الذي كان عليه على المتعقدين قبل التعرض العقد الفوري هو أن الزمن ليس ركلا فيه العقد الفوري يريح جدا العقد الفوري هذه السهرة عجبتك هذه المئة ألف يقول مئة ألف يقول خذ السهرة فضل المفاتيح فوري لا تأخير لا يؤخر الثمن أو لا يؤخر السلعة لا يؤخر الثمن كفي البيع على أقصات كباية التقصيد لا يؤخر السلعة يؤخر السلعة ويعجل الثمن كبيع السلم في هذا الباب فإذن ونحن أيضا رضي الله عنكم فالعقد الفوري هو الذي الزمن ليس ركلا فيه ليس ركلا جوهريا فيه سأل المسترم كما يقولون ده العقد الفوري وأنه سيدفع تمام المال دون القسط وممكن يؤخر عليه أسبوعا أو أسبوعين بعض المال لكن يكون في محل الثوري الثاني هو عقد زمني وهو عكس العقد الفوري والذي يكون الزمن ركلا جوهري فيه كعقود الإيجار يقول له أنا 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 أؤدر فيلتك سنة معلومة سنة معلومة بأجل معلوم في وقت معلوم عقد كعقود الزمنية كالإيجار وعقود العمل لأن العمل إما بيتعاقد معك على كم عمل معين اسمها بيسموها العمال يسموها طريحة إما يتعاقد معك بعقد عمل معين والزمن ليس يعني جوهريا أصارت يعني الزمن موجود فيه لأنه أخذ عمل لأنه سيحتاج إلى زمن لكن أقصد هو لا يحددها بالزمن يحددها بكم العمل يقول أن أنت مطالب أن يعني أن تأتي كذا زبون في العمل في اليوم أو في ثلاث أيام أو في أسبوع أو في شه على الاتفاق فبعمل معين يعلم بسمرته عمل معين يعلم بسمرته هذا أيضا يكون الزمن الهكن فيه ولا يتم فسخه إلا ما كان عارضا فهذا أمر آخر وإذا ورد الظروف الطريقة حدوث حال صغير متعقع أثناء إبراه من العقد يكون استثنائي بسبب ظروف قائرة المدين أصبح يصبح عنه تنفيذ الاتزاماته فالدخل قادي بتعديل الاتزامات بقيمة متساوية بين المتعقدين فالقادي يجعل أمرا آخر وهو التسوية بين المتعقدين يجعل التسوية بين المتعقدين لو ألمت به حاجة لو نزلت به نازلة الأمر يرجع إلى القادي والقادي هنا هو ولي الأمر في هذا الباب فيفصل بينهم في مسألة التسوية أهم العقود التي سنتعرض لها في المحضرات القادمة عقد البيع وعقد الإجار وعقد التأمين هذه أهم العقود التي سنتعرض لها يعني في المحضرات القادمة لكننا سنفتتح بعقد التأمين من عقود المدنية أيضا لأن عقود هذه في المعاصرين يختلفوا بها والحاجة لها ملحة الآن عقود تأمين على الحياة عقود تأمين على السيارات عقود التأمين على الشقق عقود التأمين حتى على العيون الآن عقود التأمين هناك كانت مواثلات يدفعنا أموال طائرة بالتأمين على العيون سفا سفا ومال يذهب هباء منصورة عمدا سربين ذلك أستسمحكم سأشرب بعض الماء أشرب بعض الماء بعض الماء وبعد ذلك نبدأ في عقود التأمين لحظة إخوتي الكرام إلى العقود وأنواع العقود المدنية في ذلك أقول عندنا عقود 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 التأمين التجاري عقود التأمين التعاوني عقود البورصة هذه نترض عليها فهذه عقود في أول العقود أن نتكلم عنها هي عقود مهمة كما قلت وسأتي أيضا كلام على عقود البيع وعقود الإجارة وعقود النكاح هذه كلها ننظر إليها بالنظرين في هذا الباب ممكن أسئلة يكون في هذا الباب بعدها لو سمحتم هذه الكتابة الكتابة يا أستاذ أتار من العقود عقود التأمين عقود التأمين وهذه التي انتشرت الآن كثيرا عقود التأمين وكلام عليها تأمين على الحياة تأمين على السيارات تأمين على البيوت التأمين التأمين وتعريف التأمين هو إجراء مالي يتم بناء على عقد بين الطرفين تأمين تأتي شركة شركة التأمين وترفع لك يعني العقد وتباين لك ما لا يعني مزايا العقد ويكون يعني العقد بين الطرفين الأول هو الشركة المؤمنة والثاني هو الشخص أو الهيئة أو المصنع أو العيادة أو الصيدلية المؤمن عليها ويقوم الطرف الأخير بدافع قسط معين بصفة دولية يعني شهريا بيدفع مال في نظرة أن تتكفل الشركة المؤمنة بدفع تعويض عن الخسارة أو الضرر الذي يقع أو الضرر الذي يلحق به المؤمن عليه كالسيارة صدمت فبيدفع التصبيح كالسفينة غرقت يدفع الثمن وهذا العقد بينهما بيكون الاتفاق على دفع مبلغ معين بدفع مبلغ معين متفق عليه بعد فترة زمنية كما في حالة تأمين كالتأمين على الحياة أيضا في هذا الباب وتشمل عملات تأمين التأمين البحري التأمين البحري طبعا للسفن ولغرق السفن وغير ذلك أشار زاد ووالله نسأل عنك نسأل الله أن يغفر لنا على التقسير حفظك ربي يا أبو القيس شفاك الله عفاك لا أستور فالتأمين تأمين البحري ضد السفن وغرق السفن والمشاكل التي تأتي من الشعب المرجنية وأيضا البضاعة تكون مؤمن عليها التأمين البحري والتأمين ضد حوادث المرور هذا التأمين على السيارات والتأمين أيضا ضد الحريق والتأمين الحياة والتأمين بسرطة البداية قديم تلقى جزوره إلى عهد اليونان والرومان التأمين كما نعرفه اليوم فقد نشأ في المدن الإيطالية حيث وقع أول عقد وقع أول عقد من عقود التأمين المعروف المعروفة سنة 1347 ميلادية وذلك مدينة جنوى ومثم مراجع التأمين رواجا كبيرا وأكبر على الأفراد والقيمون على المؤسسات التجارية يخشون على أموالهم ولكنهم يدفعون مالا ولو ذهبت السنة من غير أي أضرار أخذوا المال الشركة التأمين أخذت المال وما في أي شيء يدفعونه ما في أي شيء يدفعونه أردوناك أبو القيس أحسن الله شهر زياد وهذا ولم تطرح مسألة التأمين لم تطرح في تاريخ الفقر السام إلا في قرن التاسع لذلك بقول تكلم على باستفادة ابن عبدين وغيره في هذا الباب فابن عبدين الدمشقي الذي تحدث عن التأمين البحري باسم السكرة ممكن يكون النطقة عندي في التشكيل ليس مضبوطة يعني السكرة وافت بحرمة هذا التأمين والتأمين هو التأمين البحري اللي هو السكرة نوعيا تأمين تجاري وهو التأمين بالقسط وتأمين تعاوني التأمين تعاوني اللي هو يجمع المال ويكون فيه تعاون على كل منواق عليه ضرر يعني يرفعون عنه الضرر بذلك وسيأتي الفوارق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري والتأمين التجاري لا أشك في حرماته لكن المسألة فيها خلاف أيضا يعني حتى أكون منصفا أعرض الخلاف بين العلماء لأنه متأخر تعتبر التأمين هذا في اتلاع أهل الفقه عليه وتوصيف الفقه عندما دخل أهل الإسلام فيه كان لابد من الفقه يتدخل هنا ولأن الفقه واسع وأن شريعتنا الغراء صالحة لكل زمان وما كان ما من شيء يكون فيه نازلة إلا وفيه في شريعتنا الحل فيه كما قال مام شفاهي ما من نازلة إلا وكتاب الله حلوها علمها ما نعلمها وجاهلها من جاهلها يريد الله يا محمد الضبع يريد السيد محمد تقول لهم ذلك لو سكتوا من أجل ألا يشغلوني على دروس مهمة جدا حيكون أفضل تعليق واحد تعليق اثنين يبقى كفأ وخلاص يبقى أفضل التأمين التجاري وهذا مهم جدا التأمين التجاري هو أن يلزم المؤمن له بدفع قسط محدد يلزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى المؤمن أو العكس يلزم المؤمن أن يدفع قسطا معينا متفق عليه بينه وبين المؤمن شركة التأمين بينه وبين شركة التأمين اللي هو المؤمن فيكون التعاقد بين المؤمن وبين المؤمن رادي معك أطار نعم هذا هو الأفضل التعليقات يكون بعد الدرس فشركة التأمين المقاونة من أفراد مساهمين يتعاهد المؤمن المؤمن بمقتضاء دفع أداء معين عند تحقق خطر معين يعني شركة التأمين يعني تتعهد بدفع مبلغ معين إذا حدث حادث يعني يقول له السيارة عندك والسيارة الصنزير طيب أنت بتأمنها بكم بأمن في الشهر كده وكده طال لو حدث لها في خلال شهر أو شهرين أي حادث ممكن أن يأتيكها بسيارة جديدة غيرها وهذا هو النوع السائد في شركات التأمين يأتيك يقول تؤمن على السيارة بتدفع بكل شهر مبلغ معين وفي العام إن حدث لك حادث لقدر الله فإنهم ينظرون ولهم مبلغ أيضا لهم سقص معين في الدفع لهم مبلغ سقص معين بيدفعونه لك تصليحا أو إعادة للسيارة أو للشقة أو لغيرها مما يؤمن عليه ويدفع العوض إما إلى مستفيد أو إلى شخص معين أو إلى وسطي فهو عقد معاوضة ملزم للطرفين عقد معاوضة ملزم للطرفين هذا عقد ملزم من العقود الملزمة من الطرفين مع أنه عقد ملزم من الطرفين لكنه عقد على محرم عند كثير من العلماء عند جميلها العلم عقد على محرم وسأبين جهة التحريم عقد على محرم فيحرم حكم وحكم واختلف العلماء في التأمين التجاري ويعود الاختلاف هنا على التوصيف الشرعي لهذا العقد فالجمهور من المعاصرين يعني يلون تحريم هذا العقد التأمين ولأن يكتنفه كثير من المسائل لأنه من عقود المعاوضات التي فيها الربا وفيها التغرير وفيها القمار فهون من العقود عقود المعاوضات وعقود المعاوضات إن كان فيها تغرير تحرم نهن سمع الغرب وعقود المعاوضات إن كان في الأصلاف الربوية فلابد لها من شروط وضوابط لا تتوفر فهنا بيكون فيها الغرر وعقد التأمين أعظم ما يقال فيه أن عقد التأمين هو عقد بيع أمان من يملك الأمان عقد التأمين بيع أمان من يملك الأمان بالله عليكم قلولي من يملك الأمان من يملك الأمان حتى يعطيه لأحد فعقد التأمين حقيقة الأمر هو فيه آخره أنه بيع تأمين بيع أمان أنه بيع أمان أما الذين قالوا بجواز عقد التأمين قالوا ليس من عقود المعاوضات بل هو من عقود الإرفاق من عقود التعاون يعني من عقود الإرفاق من عقود الإرفاق طيب ننظر الأدلة في الطرفين حتى نعلم ما في هذا الباب تعالى الوقت أزف فينا أعرف أنه قد يدخل الآن يعني يقولون لي خمس دقائق ولابد من ترك القاعة صح طيب أنا أقف هنا أن عقد التأمين على قوليني القول أول التحريم وهذا قول جماهير المعاصرين والقول الثاني الجواز والذين قالوا بالتحريم يروا أن عقد التأمين عقد معاوضة وفيه الغرر وفيه الربة وأيضا فيه بعض كما قلت القمار القمار وبيع الأمان ولأنه القمار القمار لأنه ممكن يدفع ألف في القسط الأول ويأخذ مئة ألف السيارة حدث فيها شيء تصليحها يكون في الوكالة بمئة ألف فألف ويأخذ منه مئة ألف هذه مقامرة صريحة مقامرة فهذه مقامرة وأيضا فيها بيع أمان والذين قالوا بالجواز قالوا الأصل برأة الزمال الأصل في المعاملات الحل وهذا ليس عقد معاوضة بل هو عقد إرفاق وتفصيل وسيئة إن شاء الله في الدرس القادم لأنه أعلم أنه ما بقي على أن الغرفة تملأ إلا دقائق ثلاثة معدودة طيب لو فيه أسئلة انقلوا لي الأسئلة لو فيه أسئلة من الطلبة انقلوا لي الأسئلة في ذلك ورزاكم الله خير اشتاقت سلعها ودفعت سمينها وتركتها عند البائع على أن أخذها غدا وعندما ذهبت الأخذها زادة عليها في الساعة زادة الساعة هذا ما يجوز هذا حرام عليها في ذلك ما يجوز لو ذلك أنت شرأت خلاص هذه ملك لك وهي في حوزاته في حوزاته أمانة أنا أريد الأسئلة تكون من طلبة الجمع يعني عشان ده حقهم ما حقم التأمين الصحي حقم التأمين الصحي نفس الحكاية حقم التأمين الصحي كله ده حرام كله هذا حرام والتأمين الصحي حرام لأنه يأتي يجعلك تدفع كل شهر مبلغا ويقول إذا رحت إلى مستشفى هتروح إلى مستشفى كذا والعلاج يكون بكذا وأنت لا تزيد في العلاج عن تمن كذا ولو دفعت سنة كاملة وما رحتش إلى مستشفى وعفاك الله من الأمراض يبقى مقامرة أغمانك كله ذهب هباء ولم تأخذ شي لا لا أنا أتخدم على غرف غرف الزوم عند الدكاترة للجمعة فانها سنة دقائق واسطقلق فلذلك أقول لو عندهم أسئلة أين المشرفون لو عندهم أسئلة انقلوا لي الأسئلة لو ما عندهم الأسئلة نقولوا قد انتهينا وعندنا نصف ساعة أو ساعة ونبدأ في الأصول المالكية وأيضا المغني والتأمين يبيع الأمان ما حكم استهلاك الكهرباء لمن يقوم باستخدام الغلاية الكهربائية لعمل مشروعات السخين وبدأت سخين الخبز السخان الكهربائي يعني في العمل في مكان خدمة العسكرية متهالي أنهم أنهم العرف يعني اقتضى أن الضابط أو 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 ضابط أمير السرية يعني بيسمح بذلك أعتقد لكن استهلاك الكهرباء كيف يعني بيكون كيف مش فاهم بياخذ من عمومي يعني كما يقولون ياخذ من عمومي إلا ما يجد شيء أن يفعل به ذلك لا سيما أنه يحتاج إلى ذلك أو يحتاج إلى المشروب الساخن وإلا سيموت ثلجا له ذلك يعني أستخدمه عند الضرورة أو عند الحاجة الملحة لي عن جخص 8 دينار قال لي لا أملك صرف أعطيني 20 دينار وخد الماء لا أنت تفعل شيء ثاني أفضل من ذلك تقول له خد هذا قرد لك 20 دينار لك قرد يبقى دلوقتي أنا أعطيته 20 دينار قرد وكان قبل ذلك 8 دينار قرد يعطيني الماء بس عشان تخرج من المشكلة المغرب ليس لها قصر القصر في العشاء لكن إذا كان في منزلك وليست مسافرا لا ستؤديها جمعا بغير قصر لا جالسا في القطار لا تصح تؤديها جمع تأخير في بيتك جمعا بغير قصر العوض المعاوضات اللي هو كل شيء اللي هو عوض السيارة عوضها الثمن الشقة عوضها الثمن نعم ممكن يرجعون للفقه الإسلامي يرجعون للفقه الإسلامي وقدلته للشيخ الزحيري ويرجعون لرسات المجسير عندي موجودة في أعتقد جامعة اسكندرية وموجودة في هذه اللي عنت موجودة في الساموية أعتقد نعم رسات المجسير ورسات الدكتوراه أيضا وهذه مراجع تفيد إن شاء الله تساهل عليه أردعك أيها العالم النبيل أيها الشامي الرائع الجراح والجراح هذا السؤال من نزوم داليا قاتل هل وكال عقد؟ نعم الوكال عقد لكنها عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين السؤال الغلوض هي أحمد ماهر أعيده مجبرون على تأمين للسهارة تعمل تأمين ضد الغير ما تعمل تأمين شامل لو مجبرة تعمل تأمين ضد الغير لا تأمين شامل ما في هو يؤمن نفسه ويبقى باع أمان الأمان من الله يا تارى معي محل الإيجار وانت أخرت عن دفع الإيجار يومين أو ثلاث صاحب المحل يطلب زيادة عوذ بالله لا تعطيه هذا ربع لا تعطيه لا تعطيه حق المحل مش يزد عن طريق جمع تعليقات على منشور ماه مش نتصور مسألة يعني ايه يعني مكثرة التعليقات يفوز ولا يشف الضبط مش فاهم التأمين التعاوني يجوز ده تكافر اجتماعي من باب الإرفاق حقا وهذا سيئة تفصيل ان شاء الله وأيضا رسالة المجسير رسالة المجسير ليه اللي هي فق المعاملات في صورة البقرة في المكتبة الشاملة يجدونها أما بالنسبة لعقد الزواج من خلال النت طالما فيديو فيديو هو يراه ويراه وهناك الشهود يراهم والولي يقول زواجت ويقول قبلت خلاص الزواج صحيح رضي الله عنك أستاذ هاني نفع الله بك الأمة الإسلامية هل إرجع السلع 24 إن كان ده اسمه خيار الشرط خيار الشرط صحيح بعضهم قال لشهر بعضهم قال ثلاثة أيام والصحيح أنه مفتوح إذن أستاذن حضراتكم من الآن شيخنا هل كان في تأمين في زمن الصحابة لا التأمين حتى في الفقه الإسلام يعرف إلا في القرن التاسع رضي الله عنكم أحسن الله لكم طيب أستاذنكم من الآن أخت تعمل في شركة يأخذ منه لا تبقى شهرية من مبلغ معين تأمين وعند الخروج تأخذ المبلغ هذا اسم المعاش صح كده لو علم معاش هذا صح هذا صح لو علم معاش لأن ده يعتبر هيبة مسابعة عليه رسالة المجلسية موجودة في الأرشيف وعند المشرفين لها موجود في المكتبة الشاملة اللي ليس من ساعد أعتقد موجود وموجود أيضا في جامعة اسكندرية في الأرشيف وفي جامعة اسكندرية موجود في المعاملات في سورة البقر نعم حاولوا تنزلها في مكتبة الشاملة اللي ليس من ساعد في مكتبة الشاملة أيضا صحيح كلام رضا عشانا أنا هتطلب في الجامعة لكن الزوم تم غلقه قبل طرح السؤال هل التحريم هل التحريم لجميع نوع التأمين سواء التعاوني نعم كل نوع التأمين محرم يا فارس إلا التأمين التعاوني إلا التأمين التعاوني وهذا إن شاء الله سيتشرحه بإذن الله في المحاضرات القادمة نفع الله بك يا دكتور فارس نفع الله بك أحبك الله دي حتنا فيه وسيد السعيد مبارك يا رب يا جعلها يا جعلها حقا مكتبة مكتبة الليس رضي الله عنك على ما ترفعين بي خسيستي بهذا الكلمة طيب طيب معدنا بعد ساعة إن شاء الله مع أصول المالكية والمغني سبحان الله ربنا ومحمدك أشهد الله لا إهلا أنت استغفرقاته ولك السلام عليكم فبريكاته ولشيخنا همتون عالت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقونك سقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا شكرا للمشاهده